السلام عليكم أهلاً وسهلاً يا جماعة الخير تجديد سيارة الزد من نيسان رح نجددها من الصفر وروح نوصل للنهاية قبل ما يبدأ مقطع اليوم حبيبي وعزيز المتابع لا تنسوا تضغط اللايك وتشترك في القناة واستمتع في الحلقة على شيخ رحب يا راشد نتصل عليه ما دخلت كلها هي بس على طول كيه مجدد المكين حقتها مليخ ريجب عمليات الولادة هاي 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 راجب عمله الخير واضح راجب متصفق صح اخيرا نقلنا اها اربع ساعات وثلاث ساعات ونصف على البيت او مو على البيت رب للسيارة ناخذها ونوديها للبيت لان ايه بالرياض سيارة واقع ما اقدر اتكلم ولا ما اقدر دايخ اذا رجعنا ان شاء الله رح اصلمكم عن كل شي الرجال قاعد جهزها رح نطلع بها لان طار يقولها تغيير ولا الديكور يبغالها كله تغيير حرفيا بعد عناء حرفيا مبليالا ركبت شوفوا حكاتها في الارض مبلا تعبنا بساعة كاملة عشان نزلها كفراتها كلها متفكعها في الا واحد يمين اتباه ذنه اتباه ذنه وتحق مشكلتها نازل في الارض مرة يعني شوفوا وين عند رجلي ناظرك بتين شوف الله اعطي العاقية والله ما اقصر بشيء ناخذ مقاس كفرات عشان نجيب له كفرات هذا مقاسه 215-70-14 ان شاء الله نحص بتشليق كفرات ان شاء الله ان ينتبخ الكفر ذا مو مو ممفجر ولا شيء قال اني والله اسمع صوت التنسيم بس ان شاء الله ان ينتبخ ان شاء الله جبنا فك العجل وهذا حق الصدع والعثريتا وجبنا هات كفرات من التشليح ونطلع بحين السيارة هذا عندنا وفطورنا معنا ببضل السيارة الرش فت حق الصدع عليه عساني نفكه بسرعة ونبدأ نفكه بعد التركيب كله بوريكم كل شيء ها هاذا اش مشكل مشكله منك غير جوا مخصوب بس عشان نظره ايه غير مخصوب والله بسم الله 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 ايه كتبي باسـ ؟ في سعر شوي ايوه ايوه بس يا مدير شوفوا هذا الشكمان فكه شوفوا كيف متشلخ من الى ارحم يا شيخ حيضا العيد متشلخ لهدرس كامل ناسورة بدون دباط صاحبوذة بنلا يمسك صورة بحميدنا تحت اهلين هذا الهدرس وهذا القير خربان وهذا الزيت وهذا القير ونريد نجيب لها قير لعيون المشهور هذا ابو علي ابو عمر ابو عمر يلا لهينا قير اليوم الثاني حصلوا القير متكسر وفي اشياء كثيرة صارت وصلحوا الدفرنس في مشكلة هو الفليور اللي فيه تمام فاول شي راح نسويه الله يسلمكم راح نخلص امور المكينيكا الكاملة وبعد يشوفون يشوفوا المكينة فيها خلل ان شاء الله ما يكون كايد يا رب تمام وبس وينغيروا الكفر الله اعطيبه الفعافية باقي بعد ما نخلص عاد ندخل الفرن ونضبط امه ونرجع بويته ونضبط اكسسوراته ونضبط كل شي بس جايين ناخذ قير متنل عشان ركبه فيه جين التشليح حين بيجاهزنا قير المتنل باذن الله هذا هو بدي نفكه الحين ونركب الجرم هذا في القير هذا خلص جين الورشة ان شاء الله يركبون هذا بس الكرسي يركبونه هنا والامور زينا ان شاء الله عند ابو عمر الله يعطيه العافية شفتوا هذا الساقي اللي في الخرج ورشة الانجاز الموجوده مره مره شغيلتها مو اول سيارة اشتغلها عندك سيارات كثيرة اولله يعطيه صغطوا القير هذو حين توم ركبينه ن replacing ما ركب져 مره plate موصل النهاية الأمر ركبه ان شاء الله ان الامور زينا ان شاء الله نركبه يا جماعة الخير خيرا Carrقب ان شاء الله عدم سمير انها توصل اللي ا rantحتها له份 الجديدة وننتظر دقة السيلفات طيب خلني أخذ بكم جولة داخل السيارة هذه المكينة المكينة RB25 تمام إن شاء الله عاد القير اللي هناك يركب عليها أخذ بكم جولة داخل السيارة طبعا السيارة باب واحد يا جماعة الخير أكيد معروفة الزد بس الناس اللي ما يعرفون وش الزد هذه مراتبة هذه الدخلية معدومة طبعا يبقى على تجديد وفي لمسات راح أسويها على الدكور وفيها أشياء كثيرة بإذن الله كنت فيها مشكلة تفتفة والدعسة ما تقبل وفيها أصلاك راح نشوف شو موضوعه بإذن الواحد لحد الله يعطيكم العافية يا شيخ كيف الحال يا شيخ؟ هذا يوتيوب معلوم يوتيوب؟ سوي سلام يوتيوب أهلا وسهلا اليوم الثاني يا جماعة الخير أو الثالث ننفق الكفرات بس ونحركها من المكان ده ونشوف كارباي يفكننا الطرمبة الحين بنبدأ فيها ونشغلها جاء المهندسة مدير فراح نفك الطرمبة الحين ونشوف ش راح يصير هذي هي طلع الطرمبة الآن طي طرمبة وين الحين في الطرمبة جماعة الخير تحت حطوها على الرافعة الحين وراح يرفعونها فوق ويشوفونه اشتاخل السيارة من تحت حل في مشكلة في الطرمبة أو لا في الارضية يا جماعة الخير شوفوا الصدح هذا كله راح يتعدل كلها وين هناك الشكمان قدام كيف مفكوك فهذه الطرمبة حين راح نغيرها بس نفكها وراح نجيب طرمبة ثانية وانشاء الله حصل طرمبة كويسة انشاء الله يكون خراب مومة طرمبة الخير صلحنا الطرمبة وراح نركبها الآن وانشاء الله ان تكونوا مورها زينة من البحض الان نطلع البنزيم كله لجول هنا راح نطلع أكله برا للبنزيم خربان راح نطلع العون عبي بنزيم جوي دخلنا اللي هنا يا جماعة خير جبنا بنزيم يا جماعة خير راح نحطوا حين جوا السيارة وانشاء الله نجزينوا مورها بإذن الواحد يا الله يتعب طيب يا جماعة خير الان عند محلش كاميل نبغى اللحم القطة المتكسرة جوا لنا كان مادلش نسوي مفتحها عشان يطلع نار من تحت مدريش المو انا هارب تقولوا ايش في هذا؟ سيارة جيب ثاني سيارة اي موجود ثاني موجود؟ موجود ليه؟ اه اوكي بوريك ما شو نسوي جينا عند الشيخ يناطب عن هذا أفضل شخص سلام عليكم سلام كيف الحال؟ الحمد لله شار عليكم بارك يا حبيبي والله يبارك فى الحمد لله هشوفوا ايش سوى الشيخ قصقصها من تحت حربيا مبدع هاذا ايش يحتاج تحتها الحين؟ الهين شوف مان هاذا خربان ذاكي بعد ثاني ان شاء الله يجي نسوي باذن باذن الواحد باذن خلصها الان بعد ندخلها على البيت شوي ونروح بكرا عاد نوديها الحقي ندين ومو الاشياء دي ويبدأ عاد المفضل حقيقي من هبوية ومن هشياء كثيرة اول شي رح اصويه رح اشيل هذي لان واحد اتكلمني قالوا سامة ترى هذي مو كويسة دي هذي تخلي الحكايم توقف كل ما الشرط توقف لاني يحسبونك رائع يعني خربيض وتفجير وسرعة ولا ماني براه الاشياء دي يبد ويبغالنا نغير الكفر ذا لانه قالبه لنا صار مو صار حقه قالبه يب عشان يمشي المترصح بعد باقي الداخلية اي باقيه وان شاء الله الامور خين عاد وخلصنا مشيك ماجي معت الخير الحين بنضبط ام الريديتر ذا بيغسلونه عشان ما ترتفع حرارته وزكية وحطوا له موية خضرة لانه مركب موية حي ديه شوفوا له صاخر وصخ مره راح ينظفونا الان باذن الله قاعدين نظفونا الحين عب الموية هناك والان راح يبدأ هنا باذن الله شوف الموية يجمع على الخير في العزماني وهي اللي بنية عحين صغر بيهت اجبعة خير بنغسلها وبنفكك مراتبها لان المحلات كلام قفلة باقي الدين مباقي الاشياء الاشياء هذي ولكن قلت استغل الموضوع ونظف الداخلية ونظف الاشياء عشان اقدر اشوف برضه قزاز مرت عبانا فراح نبدأ الان شبنا رشاش الموية وشبكناها باز نفك الموية ونبدأ نشتغل جمع الخير نشغل المكينة و بس سيارة كاملة بموية رحب نبدأ انا بس الغسيل بس عمي شي مبدئي فانتو عشان الوصغ لله حين بنبدأ بالداخلية ننظفها عشان نقدر نتحرك فيها يا اخي ولا ننكتم باذن الله نفتح الشنطة بسم الله وننزل كله اللي في الشنطة هذا اللي في الشنطة كله رح ننزل الان خير منفضينا كل شي داخل السيارة شلنا كل اغراض شلنا اللي ورا اللي هنا موجود حطينا جزء مننا هنا وقطينا جزء مننا هنا من منفضينا اكثر الاشياء عادي تحتاج التنظيف الان بنجيب مطور الهواء وننفخ لماكن هذي كلها والله يعيننا على الكتمة الله يعيننا على الكتمة حرفيا ولاتس كو جمعة خير رح نمسح مسح مبدئي عارف يكتب القوسامة ليه نمسحه عشان اقدر تحرك المدخير والله كتمة جبت هذي نمسح فيها ان شاء الله له مغزين والله شكل الساعات بي حلو والله نتركب عليها ساعات اكترونية حسو تطلع بطلة وشي نسوي نجيب سفنجة دي بعد ما نشفناها نمسح مسح كده خفيفة بس تمام نتاكد ان الديكور كله يعني فيه كما تقولون موية خفيفة الكريم هذا ونحطها بس كده ها ننسح بس كان الشبك هذي دمعت خير شوفو فكنا نحس شكله قبيح شوي يعني وحسه ما خلينا يشوف الناس اللي وراها هاي وزاي كيبا رجعت ريوس راح نفكنا لما بعد بعدين ويممكن ركبه شكلها كده احلى احلب كثير والله العظيم مرة كده شكله حلو حتى ما اشوف الناس والله العظيم ذكيت ريوس ما اشوف احد فتوقع رحكت في الان هنا بطلع تسحر واعدنا بكرا ان شاء الله راح نفك الدكورات الموجودة على السيارة لامراتم من هالاشياء الداخلية بعد خير هذا بعد ما فنكين الكرسي اللي هنا نشوف الاشياء اللي تحت حربيا يا ساتر يا ساتر ارضية مرة مدمورة بنشيل الارضية هذي الاحين كاملة طلح برها ودامنا فكنا المرتبة راح نحين نفك الاسكيكات الموجودة هين الداخلية كاملة بنفكها ممكن نغير لونها برضو راح يكون الشغل شويت كثير يعني راح يكون في تقطاعات كثير اثني شي نقش على الفرشة هذي كلها بره شو الارضية كيف انتهت راح نقش على الفرشة كلها بره هنا فكينا الارضية ولكن هنا في عوازل بغالها تغيير بغال يشتري العوازل غير هذي بتاع بانا برضو المكان هذا كله ننظفه في حديد هنا راقي فوق ما ادري شو وضع يب حين راح نفك الداخلية ونجهزها البقرة عشان نقدر نظفنا هذا كمانا من الموجود هنا بس راح نفك اللي شلوكم له العوازل هذي ونركب عوازل ثانية او ونركب فوقها كان اول قطعة عازل راح نقص بنفس مقاسة شوفوا لونها القديم وشوفوا لونها الجديد ترى هذي اصلية برضو حيث العازل المركبة ذا اصلي فراح الان نبدأ فيه فكنا كل شيء في الداخلية راقي بس نفك هذي ونفك هذي برضو نطلحها براه لان هذي كلها راح ترش برضو راح نفك له عند اطراف العزام وراح نفك البيبام بس البيبام مو الحين لحظة التنجيد بإذن الله اتخير فكنا الداخلية ونظفناها برضو بالجهاز كل الداخلية راح ترش طبعا هذي كلها راح تتغير الوانه وتتجدد وتطلع بلون مرة جميل لان الداخلية راح نخليها ازود والخارجية برضو راح يتغير لونها وراح تشوفون لونها قريب بإذن الله تعال خلوني اوريكم الداخلية ما صار فيها ما باقي شيء حرفين مرة مرة ما باقي شيء فككت كل شيء كل شيء بكيتها راح نرجع الان نركب العوازل ونقص قصها بشكل حلو ونضبطها تحت الدعاسة عند الباب تحت المرتبة في الماكن هذي ونبدأ نلبس وخلصنا يا جماعة الخير وركبنا العوازل اللي قدام كاملة هنا وهناك برضو باقي الان التلبيسة نخلصها نرجع نشوف الشكل النهائي غطينا الداخلية كامل لبسناها اسود هنا برضو ركبنا اسود بعدين عازل وبعدين ركبنا الوطاية حقتها ولبسناها باللون لاسود هذا لين عادي نكمل البقية نركب عادي الديكورات ونركب الأشياء الأساسية بس ممكن خلال خمس ساعات قدرنا نخلص الداخلية وامورنا زينا بإذن الله ماليكم جماعة الخير طالع الان تشليح حائر اشو بيه دفرنس الموضحة معاليكم الصوت حلقي رايح جايتني لوز معدوم شوي ولكن طالع عشان ما افطر تلازم اطلع اروح تشليح وارجع اوه بس الله فريت التشليح فر ما لقيت الديفرنس حرفيا يمكن نص ساعة واربعين دقيقة اتذكر كانت فيه زد واقفة بس ياخد تشليح طلع كبير وضعت حرفيا خلني نشوف المحلات ان شاء الله حصل قبل ذلك بعليكم انا اضيع 6 ثلاث دقائق انا اضيع جماعة الخير اضيع شوي ولكن ما اضيع مرة ياب فيه تمر ورا حاط ابوي دق علي دراني ضائق الفامج ادامك ضايع وزع التمر على الناس السفر خلنا عطي الشباب موجودين هنا سم يا حبيبي بالعافية يا اهل سم يا حبيبي تعال 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 عفوا عفوا زيت يا جماعة خير حدو منزلوه بعد ما حطوه اللكمول يحرفيا يصفي الزيت بشكل ما تتوقع اه عماد كيف الزيت الان ما شاوه تمام شوفوا الصيفون يا جماعة خير بشكله متقشة بس انه والله نضف اللكمولي عاطاها يا ساعتين الله يخلي اللكمولي اه 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 lifelong خالد الشيخ خالد غريب وراك ايش او يкийwind او فورا يعني ايه اه 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 ااذا فورا يعني اه ا såلام ما شال الله ما شال الله راح ننظف عشان لي شوفوا كيف الوصاخة اللي فيها خاني مريكم ناظروا كيف شوفوا من جوا ساعة راح ننظفها الان راح يصفوا عزم الموت عربا اذن الله في الخير نشوف الله يسلمكم البواجي حقة السيارة يشيكون عليها من الى وشوفوا نشو وضع الم فيها تفتفة وشيكل على الكهربى نفس حقها برضو حق السيارة خير والله جبتها هنا بفك البواجي فكتها والبوج ونظفتها باقي البواجي الباقي ينفكها وننظفها تنخصي العشاء اه اكن يبغى نص ساعة كده ونصير مخلصين بواجي خلنا البواجي روح نروح نركب هلام بإذن الله طبعا هم يسلفون عن النادي وفوقت قاعدين صالح البواجي الحذي الشيخ هالا مشهور هالا والله ايه ترى ترندس نابقى بشي داخل ها هالا عزدو هالا بي الشيخ قسم في سهل الطيب قسم في الله العظيم لكم منور ايه اخ ما راح شدتكم اربع سنوات خمس سنوات اكثر ثمان سنوات اخ بنغير البواجي الحير وبيشيك على الكويلات وبإذن الله راح أعلومكم كل شي اخذنا من المحل قبل شوي لهو اليكمولي المنظف حق تاكي الان راح نروح لساكو وناخد منظف منظمة الهواء البخاء هذه الرشون عم نظمة الهواء خير جا بيمساكو. ما عليكم ببوطة. هذا راح نطبه مع البنزيني. طبعا? وهذا الله يسلمكم. راح نضف فيه حساس الهواء. راح نبدأ اول شايف هذا. نفتح العلبة. خفيفة. بسم الله. هذا هو حساس الهواء الشعرها ديلي جوه مرة مرة مهمة. مرة. راح نضف ها ببخاخ هذا. الرش من بعيد ونخليه ينشف بس. راح الرش من بعيد زي كده شوفه بعد ابعد شوي. كده بس هو ينشف بسرعة. خير جبناه عند الورشة هنا. شو راح نسو بها راشد. نفض الكهرب كامل. مش بعد? ارضيا نركب لها هوبات. طلع ما في الا هوبات. كمس الكبر واحد. سيكل ها? عبتني سيكل ده. ايه الله. ايه والله فراح نشوف كل راح يشوف. اه? كيف حالك طيب? علومك? شمع منك طيب? شل صهم عليش? علك فمي. مع السلامة. عند حقين الكهرباء جماعة الخير. بوريكم بيركبون زر حق تشغيل. عبدال يعني السلف ما اه اه اشغل المفتاح. يكون له الزر هنا. تركبنا لي الان. برضو قاعد يشوف اللمبات وبعضه برضو وبعده بيشوف القيجات شغالة. الامبير الاشياء هذي كلها ببنى نفك الصفاية جماعة الخير. بعد ما نفك الصفاية راح نجيب له صفاية فانية. نغيرها لان توقع الصفاية برضو منتهية. شوف الصفاية يا جماعة الخير. شوف يا ساتر تصب صوت. يا ساتر. هلازم غير اجل. نجيب صفاية. مره تعبان سهيل اه? مره 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 يجيب. يا ساتر. صفاية جديدة يا جماعة خير. بروح هنا نركبها. قبل شوي ولكن بعد ما غيرنا الصفاية. الامور صفاية مره مره صفاية. هذي يا جماعة الخير. راح ناخذ من هنا الحين معجون. عشان نضبطهم هم الديكور هذا. من المحل هذا بإذن الله. السلام عليكم. كيف الحال? كويس? أبغى معجون فيبر فيه? معجون. عطني معجون فيبر ويبغى سنفرة. هذا يبغى سوي ديكور ها? ها. هذا موجود خلطة? موجود خلطة? موجود خلطة? هو سوي يخلط ولا ما يحتاج? اوكي حلو. حالة حبيبي. كيف حالة? كويس? ميمية? مشا الله. الحمد لله. أنا الحمد لله. طالة طول سورة يعمل. انا لازم تجرب. تسويق تسويق يجي ميمين. شو بحني كل يجي عشان هو. ها موجود? كم هذا خمسة ثلاثين? يبغى سنفرة ويبغى. ها. هذا. يلا. وش سنفرة يجي ديكور كويس? عاطني متين وعشرين. عاطنا ثنتين. ثنتين. حين رح نشتغل على طبلون. حكينا اول جزيه الان هنا. وباقعد بنحك هذه ونحكي الاشياء الثاني. ولكن رح نجرب اول شي. حكينا بالسنفرة. شوفوا كيف شكلها طلعه. وراح نجرب على الشياء الثانية. حتى ان شاء الله انه يضبط. وهذه الادوات حقته. هذي وهذي. وهذه عاد. فبضبط واحدة ونشوف عاد. ان شاء الله انها تضبط. خير. بصفروا. هذا حسه. ومنبك. عربيا. بل يوم قاعد احاول فيه عي. اولو الشيطان. شوفوا شكلها من جوه. شريحتين. اصيروا نفس حقي بالتليس. اقلدهم بالضبط. نشيل اول شي كده. ها شوفوا. نشيل كده. شوفوا. كيبه. كيبه. نشيل. شو ما اعطيني شي فاضي باولي. اولحا. بس 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 صح هذي كفي صح. كفي بعدها نبدأ نقفلها بس. هذي خلطة توقع حقيتها عشان يعطيه تماسك. طيب جمعة الخير حط هنا. تمام. بعدها بنحطوا زيادة بس اخر طبقة وبعدها نسنفر. جمعة الخير اليوم ش راح نزوي. السيارة هنا كراي. راح نروح ناخذ مقشر راح نقشر كل بويت السيارة عشان ندخلها على الفراج. ولكن اول مرة استخدم المقشر وحسني يعني نجيز العيل. نجيب ونرجع. نفتح العلبة وتجيب لك سطل يعني زي كده ستنظم الموية. كنا عشب كده. تاخدها هاذا بس وتصبه جوا ثواني نصبها. بناء جواية جهاز الخير بعدها نجيب هذي الريشة. نفتح بس. ونمسح فيها البديل وتشوفها نحيب. تخرج جمعة خير بس دهنت الوجهية. شوفوا كيف انفك شوفوا. تقشعت البوية تكشون. خليها بس كده لما يتفاعل. بعدين بالحديدة هذي الموجودة تحت نحكها كلها. شوفوا معاي بالله. شوفوا هذي حكيتها بشي ناظروا. يا ساتر البوية مشت. يا ساتر. خير بعد ما حطينا المادة شوف كيف البوية قاعدة تتفكك. خليها تتفكك على راحتها. وبعد الله يسلمكم ونحكها بالالة حالي. وتصير تمام التمام باذن الله. جينا وستجرنا هذا. عشان بتصفر فيه السيارة. برضو. بح ناخد هذا. عشان نسخر. خير. طربناه بالصاروخ. الصاروخ اللي هنا. طبعا حاس ام البيت. ولكن شوف كيف. بننظفهم امها. هنا عطينا المادة من جديد. بنحكها حك بالسكين وخلاص. بيطلع تمام ان شاء الله. بعد باقي الجهة هذي ما جيتها اللي انا فك هذا الشي. بتواجهي. شوف ملاصي. مو عج في عج في الخرج. توقع مني. طيب. نخلص الكبوت ونشوف ان شاء الله. جهاز جاهز للغسيل حرفيا بس ان شغله. سيارة كفر كان منسهم. راح نعبناه هو. راح نركب الان ونطلع الصناعية عشان يشوفون سعر البوايا بكم راح يرشونه. برضو راح نشوف الديفرانس هل ممكن يتصلح في طريقة قالوا تخلط ستوبة توقع زي كده ويضبطها. نركبه ونحرك. هذا طلعنا السيارة جمعة الخير وراح نحرك الان للصناعية. وصلت الورشة. باخد بواحد بس. بعمر. اه يجي عبدالله بعمر. يلا شكرا. دلوني على الورشة ثانية هناك قدام. راح نطلع لحلام بسم الله. جمعة خير عند الورشة. نشوف ان شاء الله ان يمرشون عبا اذن الله. يبغروا شكامل يا مدير. مين شغل هذا? هذا انا شغل. انت شغل اه? اي. انا. اخذنا سنفرام قاس 80 و سنفرام قاس 400 وخذنا شترطونات اجل نقف الازياج. وبرضو هناك اخذنا معجون وهنا الشيخ صديقي الله يسعد زيارة بيحفظه. راح نبدأ اليوم الشغل باذن الواحد الاحد. فكنا الكبوت. بنطلع الان الصدام. بنطلع الازياج الموجودة هنا. بنفك كل شيء عشان نجهزل السن فرح. فكينا السيارة بشكل كامل. خالد. السن. الله ليهينك الشيخ. بحمايت. وابح ثوب معلق جاي من المسجد بسم الله. قريب. كل شيء الاستبطات الي وراه. اللي هنا برضه فكيناه فكينا الداخلية. كاملة. هي والله هذا انا قاعد اصور. طيح. هنا فكينا الوجيه كاملة. راح نبدأ الان نحط المذيب. ان شاء الله نمر زينا. وجيه خالد الله علي هنا يا رب. لا لا الامور زيانا بنخلص لهم كله ها لا صدهم نخلي على الحالة توقع كويس بس بشر بشر طيب جوعة خير قاعدين فك الكبوت هلا والله راشد ايه قاعدين فك الديكور كامل يلا ليهينا هذي العدة كاملة راح نفك فيها بس اول شيخ انا اعلمكم شراح نسوي راح نفكك الديكورات راح نفكك الصدامات راح نفكك اي شيء بلاستيك موجود هنا طيب بعد الله يسلمكم راح نقرش ام البويا اللي هنا كلها كاملة ونرشه اساس ونضبط كل شيء نجيكم بعد شوي ارحب يا الشيخ يا اهلين وسهلين راح نبدلاني جواتي خير نقشر ام البويا ذي كلها كاملة وبعد نحكه بالصاروخ راح تشموها عاد كل شيء بالفيديو حرفيا 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 المشور قش شرفوش دولي سمترا هذا تزويت شجع đâu شجع اشتركوا في القناة الثاني جماعة الخير الحبل اسحب البنزين متطلع بره الحين العصر اه متطلع بره بس عشان لو جينا نسخن البدية ونضربه بالنار ما يحترق او ما يصير لشي من باب الحذر نك تطلع البنزين من التانك وتخليه بعيد عن الغاز والنار والحرارة خير حرقنا هذا كامل وصلنا الين هنا حد الباب اي والله كيف الشغل يوصفه والله ملتح في الشغل استاهل والله استاهل الطيب يا شيخ والله انه ما قصر انه كلم لي سناب وقال لي انا اللي بجي وبنشتغل عليها لا تشيلهم يوم قلت لهم ان سعر البوية غالي والحرق غالي والله انه ابيض وجه اجي كبير طيب جمعة الخير الحين هذا قاعدين نفك الباب وراح نفك المساكة حقته ونكمل الحرق برضه خلصنا رف رف مثل ما قلناه كبوت والرف رف والباب وقفنا شغل لان الجو تغير غطينا السيارة بس عشان البدي ما يجي شي ولا يصدي اياه نرجع نكمل بعد ما يهدى الجو اياه نخلي لين بكرة خلصنا الجزية هذه جمعة الخير بالصاروخ والجزية الجنب لا يصر ممكن حين اليوم بيكون خالص باذن الله مع التندا يمكن الان راح نحط للمادة او المذيب او ضطش ما ادري واش هو استعباد فراح يفكها كاملة ان شاء الله المادة يا جماعة الخير شوفوا هنا شو ممكن قاعد تتفاعل الحين اطيح بعدها نسحبها بالعرفتو السكينة هذه نشيلها اهلا سهلا سهل خير يا جماعة الخير اليوم اليوم الثالث راح نطلع الان الصناعية نجيب صوف والجو جميل مرة شو الجو جميل جميل مرة راح نرجع نجيب اه سمفرة ليتركب على صرف نفسه لان باقي لنا الباب وباقي لنا الرفرف اللي وراء اللي وراء لان باقي لنا الباب باقي لنا الرفرف اللي وراء والتندا راح نطلع الان المحل ناخذها ونرجع علي جماعة الخير معروف فأدوات البويا والسنفرة والأشياء هذه ونحن ننزل الآن ونأخذ منك الأغراب حالة كيف الحال حالة حبيبي كيف الحال السلام عليكم يبغى سنفرة مقاس 60 خلاص أنا معلوم محلة نحن نجيب على طول كم هذا كرتون كرتون هذا كم لو شير حبة زيادة كم ترى تخفضلي يلا نزل الزمرة جمعت الخير والجوه برضه مطر عشان ما يصديني نبدأ في منطقة ذي ماليش أنا بدأت هنا راح نبدأ في منطقة ذي نقشرها بعدها تشوفوا نشكلها النهائي بإذن الله طيب جمعت خير خلصنا الجهة ذي باقي نكمل هذا كله ولكن أنا خايف من الجو وأنه يجو مطر لأن الجو مرة كويس بوريكم كمية المعجون بس شوفها شوفون مطبعية مطبعية والله مطبعية شوفوا شوفوا المعجون من جهنا هذا وانا حاك كم تخيلين كذي شكلها يا ساتر مالجهة ذي كاملة الحين راح نحط عليها المادة بس عشان تفك الأجزاء البسيطة والأجزاء اللي في الحفر نفسها يعني فيب حطينا عليه المادة جمعة الخير راح نخليها بس بعدها نحكها بالسكين شوفوا هنا قاعدة تتفاعل شوفونا فبس نخلصها بس بعدها نحكها بالسكين حقتها الباب شوفوا المعاجل اللي هنا تشوفونا هذي كلها يبي لحك ومحطوط معجون فما يحتاج انك تحط فيها معجون فراح نبدأ لان خلصنا الباب من فوق باقي الباب من تحت ولكن راح نحط مادة عليه فوق عشان اللي تحت راح نحرقه ان شاء الله بعد الصلاة نطلع نصلي بنرجع نكمل شغلنا كامل هناك المادة نزودها بس بس اول شي لازم تلبس قفاز عشان يدك ما تنحرق لنشوف يش صار بيدي هنا اخ مو باين يلا هذي شوفوا هنا توقع النباين حجت عليه المادة بس خفيف وحرقت على غول طيب طيب جمعات الخير راح نوقف هنا ان شاء الله في المقطع الجاي راح نكمل اه عارف اني ما اصور واجد او اني اتخر في التنزيل ولكن المقطفات اللي زيكية تكون متعبة يعني والله بشكل كبير مو متعبة بس لا والله متعبة بشكل كبير فراح نتخر شوي ولكن خلك نفعل جرس تنبيهات وانتظر اي مقطع ينزل وبرضه تابعني في السناب اصور فيه يوميات يعني بأحيان والله تنزل حوالي يمكن ستين الى سبعين سنابه يوميا عن السيارة في اللي ما تحمس وحاب يساعد تحصم سنابي تحت او راح يطلع لك في الشاشة ونشوفكم في المقطع القادم باذن الله بس وكاله ولا خلا مدر بس دقيقة طيب يا جماعة خير الحين شو راح نسوي راح نفكر رفارف حق السيارة راح نفكر كل شيء في السيارة حرفية كل شيء من رفارف من بيبان بنطلعها كلها برا وبننظفها وبنسمكرها وبنركبها خلا خلا ملحمين كل شيء سواسيا تقول ايوا خير منبك ايه اه في شيء عالي اه في مسار مو مسار لحن ايه لا ايه 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 من خير فكينا الرفارف واللحية والرفرف الثاني برضو الHayо خيناгоكلها راح النظف الصدا هو انضابط الفصلات حكتها ورجحها باذن الواحد لحد يجعس؟ رح نروح نبدأ السمكرة نظفنا الجهة دي كلها رح نبدأ الآن نسمكرها ونحط المعجون ونحط الأشياء اللي يحتاج لها نحط المنشف الآن نشوف الكمية اللي راح تنحط حطينا المعجون على ذا الجهة باقي نكمل السيارة برضو الحين الجنب الثاني جمعة الخير باقي لسنفرة بس إن شاء الله مورة زينة بإذن الواحد لحد طيب جمعة الخير هذا اللي ضبطناه الآن معجون خفيف على بعض الرشياء بدال اللي كان عليه أول جمعة الخير جا وقت الرش قفلنا رح نبدأ أول شي برشة الأساس عشان نعرف العيوب الموجودة بعد المعجون ده نخلطين جمعة الخير باقي الأساس سكين هذيك سكين قد سك ليه ما تروح الجيه خير الحيب نخلط باقي الأساس بنركبها في الكاس بإذن الله ونصبها باقي الأساس برعاية كنغ دعاية غير مدفوعة طبعا بغيث الأساس يوسف اللي يعرف لها هنا هذي يحتاج لها برضو بس معجون خفيف والتندة برضو يحتاج لها سنفرة ومعجون خفيف إن شاء الله أمورها زينا نجي للجنب الثاني نشوفها أوه الكبوت أخيرا ركبوا أخيرا 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 والله الكبوت فيه دقات كثيرة بيني وينكم فيه دقات كثيرة مرة وزي اللي جبتها عندهم لأنهم يعرفون يعني سنكرون الكبوت لأنه مورة صعبة شوي موسهل باقي هنا برضو تنظيف ما تنضط زين وهنا عندنا الجهة هذي اللي ركبنا فيها هذي اشتغلناها بس باقي الباب ما حطينا على معجون باقي الرفرف برضو ما حطينا على معجون خفيف بخي ما أدري ودي ألطس هذي وقفلها وألغيها تمام وخلي المراية موجودة هنا برضو زي دعا كده ذكران رفرف يمكن هنا مقصوص بعد الترحيم شوفوا شكلها بعد باقي الداخلية الداخلية يبينها شغل والله بينها شغل 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 مو نفسي شغل خلاص ما تبقى شي نواجه في جماعة الخير سمكة روها الأشياء تحتاج سمكة روها باقي الكبوت هنا عليه الشغل وباقي مع الجهة الثانية ايه ايه قاعد يعلمه المدير ايه 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 طيب خلصوا عندنا الجنب هذا طبعا حنا اشتغلناه لكن قال هنا فيه خطة عن فتحة البنزيم ضبطها بشكل كويس ومحتها بشكل كويس وعندنا هنا خلصوا المنطقة هذي برضو قاعدون يخلصون الباب الآن هذا هو قاعد يسنفر فإن شاء الله لموزعنا وهنا قاعدين يضبطون رفرف لأن كان فيه الحامس قاعد يقول لأضبط الحرف اللي هنا خاصة في الرفرف نفسه ايه اجتمع عليها ايه يا سلام حبه اربعة السيارة نموت على الشي هذا موت ومثل ما تشوفون دخلنا هالمحل عند الريال بنحط لكل بزرقها صمالة بنصور حق السامة شغلات حق الزيت حلوة إن شاء الله مثل ما تشوفون كل شيء موجود بس الحين نشوف له قبلات القير حليل نختار له إن شاء الله سكان مثل ما تشوفون طبعا أنا فيه كذا سكان في بالي يا أخي مش ناوية خبراء فيه كذا شاء الله فمثل ما شفتوا هذا مزين يا سامة طبعا هذا هو المحل مثل ما تكلمنا في كل شيء متوفر حق هل السعودية إذا يبونيون الكتات وأنواع الجناح حق الجيب والسيتات الركار والأمور بس سامة أنا أفاجع المتابعين باللي بعيد بإن شاء الله إن بيشتغلي رح يشوف مولا بالله المهم يا أخواني هذا هو المحل وهذا البزنس كار طبج معتخير جيت والورشة مقفلة شو هناك بعض مفتوح وهذا مقفل بريد حق السمكروس داخل ما حق الفرن طيب ما علينا خلصوا أكثر الأشياء أكثر الأشياء اللي في السيارة خلصوها من إلى حتى الكبوت ينرسموه ولكن جايب أنا جايب معاي جهاز إن شاء الله إنه يشتغل جهاز هذا يكشف البدي كمية المعجون يكشفها بس ققيقة أشوف كيف يشتغل يشتغل معاي في البيت اسماذر كيف يشتغل الحين بجربه الحين خينشوف يسوي أول شي وهنا يا السلام يا السلام يا السلام عشان كذا أنا قلت لازم أحرق السيارة وخليها بالشكل هذا طبعا هنا هذه ما أحرقتها لأن المراية كانت عالقة فكوها وبسنفرونها بس وخلاص يركبوا المراية ولكن أكثر الأشياء انحرقت أمورها زينة البدي ما في معجون بشكل كبير نجرب الحين دقيقة باقي نشغل بقي ثواني يسلام جوانت خير يشتغل الحين شوفوا كمية المعجون طبعا الحين بحط على البدي إذا أعطاني واحد كمية المعجون كثيرة هذا صفر باصلة عشرة صفر باصلة ثلاثة هذه أمورة زينة نجرب هنا بسم الله 24 النسبة مرة جميلة المعجون وهنا 12 الباب نحط على الباب 82 الباب ممكن لو نحطه هنا أي صفر باصلة خمسة 59 الرفارض 50 صفر باصلة خمسين صفر باصلة ستين كبوت بسم الله صفر باصلة خمسة ستين شوفوا هنا ناظر في حديد صح شوف أحط على الحديد شوفوا كم يعطيني صفر باصلة 12 على الحديد صفر شوفون يعلمنا كمية المعجون الموجودة صفر باصلة السطعة الرفارض من قدامك كد فيه كثير هذا أيها متأكد هنا كانت فيه عبطة خفيفة تحط عليها ماجون مطلع 1.35 كمية المعجون هنا شوي كثيرة نجي للرفرف الثاني برضو أوكي معاية يقرأ توقع بغلا آه هذا ما سنفروه أوكي أوكي ما سنفروه هذا ما سنفروه نجي هنا شوفوا الحديد ناظروا صفر تحت معجون صفر 29 شو بعد خير كثير يقول لي يقولوا سامة وش راح تسوي في السيارة بعد ما نخلص العملية هذه كلها عملية البويا والأشياء هذه راح ننتقل على طول للداخلية أول ما نخلص الداخلية والكهراب والأشياء الموجودة والتنجيدة راح ننتقل نجيب لها جنوب بعد ذي بغالها مساعدات يبغالها بعض الأشياء راح نخلصها إن شاء الله وتكون مضبوطة بإذنه الواحد الأحلي جمعات الخير موعد الأساسة الآن قاعدين نغشونها يا سلام أخيرا أخيرا وصلنا المرحلة هذه يا سلام أخيرا وصلنا موسيقى 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 راح نشوف اللون الحين تحديثين الألوان ممكن هذا ممكن هذا صح خيرا ما عدت من مشكلة عنده حاوك خيرا اخترنا وين اللون اخترنا هذا والله خلاص اتمدنا اللون هذا بإذن الواحد موسيقى مع تخير غطوا المكينة بالكامل عشان برضو يرشون لجوه يرشون الأشياء الموجودة برضو هنا غطوا الأزقات حقات الوكالة اللي كانت على الكبوت عشان يرشون المكان هذا كامل بإذن الله وحيني جمعات الخير كودونها للفظن سلام بإذن الله بإذن الله بإذن الله يا أخي ميا ميا شكرا الله يعطي معاك الله ما قصره تعبان باقي صغير باقي هذا عاد هو أبو الفرن ورني البوية يا السلام هذا هو اللون اللي رح الرشي جمعت الخير ما شاء الله كويت بس باقي لك أرباقي أشياء صح يبا جليلا متبترشها ما في الحين لما مزاج يجي كويت بإذن الله بإذن الله وقت الترتيب رح ناعم ندور القطع آه أوكي ما شاء الله ما شاء الله جميل 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 حتى هذه العيون يا السلام هذا يوتيوب هذا قبل شوي سناب أنا صوق هذا يوتيوب ها شوف صده مات الحين أيوة هذا أيوة وهذا هذا وهذا ثلاث هذا وراء هذا قدان هذا وهذا وراء بس وهذا وهذا وراء هذا وراء هذا وراء هذا ألعجا هذا وراء الشنطة أبل أيوة أسود أسود laf وهذا اسود برضو ها اجهز الرشاش حالو حالو ها انت كم جيب بويا ربع كيلو او رس كيلو 2 كيلو يعني كفي جوا برا صح لذنالله ها هنا شبك هذا الرشاش اللي بيعطي فيه البويا اوه هنا البويا ما شفتها ورحا لونين ازرق و ازرق يعني ازرق كدام ازرق هذا الكبير هنالي عزيزان مكان مرش الباب والدواخل ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر 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 هنا المسكلا ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر 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 قنقر